بين اما البطار واما الحكومة ضرب رئيس الجمهورية ضربته على طاولة واضعا خطا احمر امام القضاء وتضابن الوزري معا وبدل ان تنفجر في السياسة انفجرت على الارض فتفلت الشارع وسالت دماء تاركة قتلى وجرحى فمن ايقض الفتنة سؤال مشروع بعد البروفى التي حصلت في بعض المناطق ولسيما الطيوني والتي ارادها ابل وحزب الله تظاهر سلمية كما تقول مصادرهما للمطالبة بتنحية البطارة فما الذي حصل وهل ما لم يؤخذ في السياسة سيؤخذ بقوة الشارع حتى اللحظة يبدو ان المواجهة السياسية بشأن مصير القاضي طارق البطار تحت دم ويبدو معها امكان التوصل لحل مقبول من الجميع ليس باليد بعد ولو انه غير مستحيل فبعدما رفض الثنائي الشعي الذي لا يزال يتمسك اكثر من اي وقت مضى بتنحية البطارة ما كان طرحه وزير العدل بالامس لم يشهد الخميس بحسب معلومات الوتي في اية لقاءات او اتصالات توصلة للحل المطلوبة فالتركيز السياسي والاعلامي كما قالت مصادر مطلع على جو 8 اذار كان اليوم على المجازر التي ارتكبت بحسب قولها لتكمل على ضوء ما حصل اليوم قد يكون التوصل لحل قائما ونعتقد ان المسألة ستتعالج مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس القضاء الاعلى على خطب عبدة نفت اوصات مطلع على جوها كل ما حكي عن محاولات قادها مستشارو رئيس الجمهورية لاقناع البطار بالتنحي مشددة على ان كل ما نشر اشعات ولا يمكن اصلا القبول بالتدخل السياسي بالعمل القضائي وعما اذا كان تبدل موقف بعبدة المتمسك بمبدأ فصل السلطات اشارت الاوساط الى ان هذا الامر لا يمكن ان يتبدل لتضيف مشويرد عند رئيس الجمهورية مخالفة القانون والدستورة واوضحت الاوساط المطلع على جو بعبدة ان بعبدة مع القضاء ومع تحصين التضامن الحكومي وتخفيض سقف الخطاب المتشدد في مجلس الوزراء والذي تصدى له رئيس الجمهورية عن حق ورفع الجلسة حفاظا على الحكومة وتبعت الاوساط بان هذه المواءمة بين الامرين تتطلب وقتا كاشفة عن حنول يعمل عليها لكنها شددت على ان الاطراف اللي طلعت على رأس الشجرة بعد الحادث الامني بالطيونة بدت انزل فالاستقرار الداخلي والسلم الاهلي خط احمر بالنسبة لبعبدة وعن جوهر المشكلة تقول الاوساط تنحية القاضي بطار غير ممكن عبر مجلس الوزراء بل بقرار قضائي فاما يترحى بنفسه او بدعو ارتياب مشروع مثلا او عبر اتخاذ مجلس القضاء الاعلى اي اجراء ما كتشكيل لجنة تحقق بسلوك القاضي بطار لا يختلف جوه بعبدة عن البلاتينوم اذا جددت مصادر مطلعة لجو ميقاتي التأكيد بان رئيس الحكومة لا يزال مع مبدأ فصل السلطات وترك القضاء يأخذ مجره كاشفة عن تسويات يعمل عليها لتهديئة الوضع ولا سيما ان اجندما يبدو انها فرضت نفسها وهناك من دخل على الخط لاثارة الفتنة لحسب مصادر ميقاتي وهذا الامر متروك للجيش والمطلوب الوعي والروية كما تقول وعن الطروحات الممكنة التي يعمل عليها فهو اما ان تأتي صيغة الحل عبر مجلس القضاء الاعلى باقتراح ما او عبر امكان العودة لنغمة العريضة التي تطالب بمحاكمة الوزراء ورؤساء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء مع امكان طرح الموضوع في الجلسة التشريعية المقررة في 19 الحالي من خارج جدول الاعمال علما ان مصادر معنية تقول بان هذا الاقتراح اذا كان ممكنا في السابق فهو لم يعد ممكنا بعدما حصل اليوم اشتركوا في القناة